انتهت كما بدأت وكما هو متوقع لها مشاورات كسابقاتها بلا نتائج ولا جديد فيها وفد اشترط ليعرقل وآخر حضر ليعود وما بينهما مشاورات فشلت وأخرى تالية بانتظار فشل قادم حركة أنصار الله كانت راغبة في المجيء إلى هنا وأردت أن تأتيها لكننا لم نجد الظروف الملائمة لإخناعهم بالمجيء إلى هنا حيث أعلنت الأمم المتحدة تاجيل مباحثات جنيف بعد يوم من الزمن المقرر لها في السادس من الشهر الجاري بسبب مماطلة ميليشيا لانقلاب عن الحضور واشتراطها نقل مجموعة من الجرحى من مسقط إلى صنعاء وهو ما فسر من قبل الشرعية كتهرب من حضور المباحثات تأجيل المحادثات بدون تحديد الطرف المعرقل جعل وفد الشرعية يعلن استياءه من الموقف الأممي وانتقد خالد اليماني رئيس الوفد في مؤتمر صحفي سلوك المبعوث الأممي متهما إياه بترضية ميليشيا الحوثي الانقلابية وأنا أرى أيها السادة أن تصريحات المبعوث الخاص التي أدلى بها للتو كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس جميع الأعذار له فيما كانت تصريحاته التصريحات السيد مارتين غريفتس معنا ومع بقية الشركاء تعبر عن عدم الرضا لهذا السلوك غير المبرر اليماني اعتبر حضور وفد الحكومة تاكيدا على حرص الشرعية لإنجاح عملية السلام واصفا الموقف الحوثي بكونه استهتارا بالأمم المتحدة إلا أن الأمم المتحدة بدت غير مستاهة من تمنع ميليشيا الحوثي عن الحضور بل ظهر المبعوث الأممي كمحام عنها ومبرر لاشتراطاتها مما أكد الشكوك حول تحركاته خصوصا مع تسمية وفد الميليشيا بوفد صنعاء وهو ما بدى متناغما وفق مراقبين مع تسمية تقرير الخبراء الدولي لميليشيا الحوثي بسلطات الأمر الواقع من أجل إقناع الوفد الحوثي للمجيء إلى هنا أرادوا أن يأتوا إلى هنا وسيأتوا إلى هنا تستمر ميليشيا الحوثي في إفشال فرص السلام وبينما كان هدف مباحثات جنيف صياغة إجراءات بناء ثقة بين الأطراف إلا أن ضبابية المبعوث الأممي أفضت إلى أزمة ثقة جديدة بين الشرعية والمبعوث الأممي الذي بدى مستعدا لجولات قادمة تبدو من صنعاء كما قال ترجمة نانسي قنقر